تشهد أسعار مادة الحديد هذه الأيام ارتفاعا قياسيا لتتجاوز عطبة 13 ألف دينار جزائري للقنطار الواحد ما أثر بشكل مباشر عن نشاط ورشات البناء خصوصا وأن مادة الحديد تعتبر من بين أهم المواد التي تعتمد عليها في إنجاز البشاريع هذا البروجيات قحة بسرعة نقول لك احنا كنا نخدمه ثلاث بروجيات ولا نقول لنا نخدمه بروجي واحد أرقام قياسية لتصدير مادة الحديد بلاغتها الجزائر خلال سنة 2021 ما يحكس مدى توفر هذه المادة وارتفاع وطيرة إنتاجها إلا أن إنعكاسها لم يكن إيجابيا على السوق المحلية أنا رحنا عايشين واقع الفيراي تانا لازم يكون اكتفات ذاتي عنا ما عليش كي نصدر موش مشكلة موش أنا الفيراي ما عنديش وانا ننصدر ما يكفينيش الاكتفات ذاتي ما عليها شي طلعه ولا ذلك القنطار الفيراي احنا سمسينا لخمسمائة ألف متى القنطار ولا يدير ثلاثة نمية ثلاثة نمية ما يكفيكش ما يكفيكش ذلكها قدها زاد ونحاس المواد البناء كاملة أريد زادة سنفورسون در كالي هذا احنا نطلب من السلطات ونطلب من وزير ونطلب من السلطات الولائية لازم مراجعة الأسعار العمل على رفع حجم الصادرات خارج المحروقات أمر يهدف إلى دعم اقتصاد البلاد إلا أن ارتفاع أسعار هذه المادة بالسوق الوطنية يخلق اختلالات مالية تسبب حتما في تعطل تسليم العديد من المشاريع